من أبرز الأحداث التي تستحق الاهتمام والتقدير والثناء والشكر والعرفان هي بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة الفيحاء التي أعادت الكثير من الثقة إلى دواخلنا والتي قدمت نموذجا مشرقا مشرفا يدلل أن العراق هذا البلد العظيم يمرض لكنه لا يموت وفي كل لحظة من اللحظات عندما يستحذر الغيرة والهمة ينهض أسدا شامخا ليقدم من رحمه معاناته أضامه وألمه نموذجا البصرة مثل ما نشاهد الفيديوهات التي يقدمها أشقاؤنا العرب الكرم والضيافة والغيرة والأخوة والعروبة جعلت رؤوسنا تعبر حتى هامات السماء عفية أهل البصرة لأنكم كما كنتم أم الخير أم الخبزة أم الغيرة أم الكرم هذا النموذج للعراق الشريف نجحنا في البصرة وقدمنا نموذجا حرا عراقيا لما قلنا لليادات الفاسدين تكتر شوي على صفحة أو خل الشرفاء يعملون هكذا حينما عمل الشرفاء بالافتتاحية الرائعة الكبيرة اللي قدمت نموذج كبير أنا أعرف الفاسدين والحرامية كانوا يبتون ليش لأن رجعنا إلى حظنا العربي وجدت أخوتنا العرب عندنا ملاحظات على المراحل السابقة نعم لكن هو هذا الوضع الطبيعي ولذلك دائما ما كنا نقول لا نفقد الثقة بالعراقيين هذا النموذج البصراوي نموذج عراقي شكرا للاتحاد العراقي شكرا لكل من ساهمه في أن يضع هذه اللبنة الحقيقية هذه الملاعب والفاتحة إلى روح المرحوم المهندس الكبير عبدالله عويز الذي أسس لهذا وسنكمل المسيرة شكرا للبصرة شكرا للمحافظها شكرا لكل القائمين عليها شكرا لعدنان درجال والاتحاد العراقي وشكرا للسوداني أيضا الذي حضر ورعى هذا الاحتفال